اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحي القيوم إله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبي بالرحمات اللهم وافسح له في قبره مد بصره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب اللهم ومن كان منهم حيا فأطل في عمره واحسن وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا دللته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأيدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وإلهنا وسيدنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين